السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى يكونوا بخير بإذن الله عز وجل في الفيديو اللي فاتتكلمنا عن ازاي نحسب كمية الغاز سواء كان النوبك او الـ F200 للغرف وازاي من خلال حجم الغرفة نقدر نحدد كمية الغاز المطلوبة للغرفة الغرفة دي زائد ازاي من خلال بعض العوامل زائد درجة الحرارة وازاي اتعامل مع الـ NB 2001 بحيث ان انا اقدر اوصل لكمية الغاز المطلوبة لكل غرفة وبالتالي في الفيديو ده ان شاء الله بإذن الله عز وجل عايزين نتكلم على ازاي اسلم النظام الـ F200 او نظام الـ NOVIC SYSTEM الاثنين واحد طبعا في التسليم او الاستلال ازاي اعمل اختبار للـ NOVIC ايه هي انواع الاختبارات ازاي بنفذها ايه البروسيديور بتاعتها ايه الفورمات اللي بستخدمها في التسليم ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم عشان ابدأ اسلم الـ NOVIC SYSTEM او الـ F200 SYSTEM خلينا نتكلم عن الـ NOVIC ولكن ما يقع على الـ NOVIC يقع على الـ F200 SYSTEM وبرضو يقع على الـ CO2 SYSTEM اللي هو الـ HIGH BREASURE تمام كده طيب بعندي تستينج بلان تستينج بلان بكون بسيطة بقدمها بحط رقم العاد بحط الـ بحط الـ بحط الـ بحط الـ بتاعها بكتب اسم المشروع وعندي مجموعة من الـ table of content اللي هو بيكون عندي الـ SYSTEM بينقسم لجزئين الجزء الاول ميكانيكا وجزء التاني كهربا وبالتالي انا بقسم التستينج لان على جزئين جزء كهربا وجزء ميكانيكا ف التستينج بروسيدور للجزء الميكانيكا اللي هو ايه عندي الفلاشنج تست وبيسمول click تست عندي test Procedure عندي test record عندي visual inspection test عندي biopneumatic test Procedure عندي biopneumatic record form عندي simulation test عندي iç 병 room integrity test form ال ñ procedure ازاي هعمل الاختبار زائد الفورم اللي انا بسلم بقى الاختبار عندي بعد كده في جزء الكهرباء عندي الفونكشن تيست ازاي اجرب الوظيفة او الهدف اللي اتعمل من خلاله السيستم او اتأكد ان كل مقونات السيستم شغالة مع بعضها الفونكشنل تيست وعندي اخر شيء الفيجوال انسبكشن تيست ده خاص ببردو الانزار طيب مقدمة كده للي ما دخلش في موضوع الغازات طبعا هو الانوبيك سيستم او الافم دونر سيستم هي مجموعة الغازات النظيفة اللي بيتم بقى احمية الغرف الغالية في التمن نوع ما يعني زائد ان انا الغرفة دي مش محتاجة احميها بالنظام مية او نظام فوم ما قدرش احميها بالفوم او المية وده السبب ان انا ما قدرش اعمل دامج الاجهزة اللي جواه وبالتالي عند سيرفر روم كمبيوتر روم كومنيكيشن روم سويتش جير روم في الحالة دي انا بطار ان اروح للحماية بالغازات النظيفة سواء نوفيك او الغازات الموجودة حسب الاني بي الفين وواحد وبالتالي انا بختار النظام اللي احمي به بعمل حسابات بتاعتي بتاعت الغازات نشوف الغرفة محتاجة كم كيلو ببدأ اعمل تصميم للشبكة بتاعتي ويكون عند نظام انظار اللي بشغل النظام النوفيك فالسيستم بيقسم الجزئين جزء كهرباء وجزء ميكانيكا الجزء الكهرباء بيكون عبارة عن لوحة انظار كنترول بانل او ريليزين كنترول بانل زائد مجموعة من الكواشف اللي بتعمل تكشف لي اذا كان فيه حرارة او دخان سواء فيليم سواء سموك سواء هيت وما الى ذلك الكواشف بتشتغل بيبقى فيه نوتفيكيشن تفايسز عندي فيه اجراس فيه عندي فلاشر الجرس جوه الغرفة الفلاشر بره هورنستروب وهكذا بيكون عندي متوصل برضو اللوحة بيكون فيها دول هولدر لو حبيت ان انا نقفل الباب لو الباب نورمال اوبن اقدر اقفله ساعة اطلاق الغاز عشان احافظ على تركيز الغاز جوه الغرفة برضو انا بكون اعمل انترفيسينج على الدنابر في الغرفة بحيث ان الدنبر يقفل اثناء اطلاق الغاز برضو عشان الفكرة العامة اننا لازم احافظ على تركيز لازم احافظ على تركيز الغاز في قلب الغرفة خلال عشر دقايق من اطلاق الغاز حتى يتمكن هذا الغاز من اطفاء الحريب ده باختصار مكونات الكهرامة مكونات الميكانة طبعا عند الاستوانات عند الهيدر عند المواسير عند النزل عند البرشير سويتش عند الديسشارج سويتش عندي الفلكسبو اللي بوصل ما بين الاستوانات والهيدر ده باختصار مكونات النظام الميكانيكي وبالتالي انا عايشت زيك على هذا النظام وابدأ ازاي يسلمه واختبره فخلينا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفلاشينج تيست الفلاشينج تيست الفلاشينج تيست او قبل الفلاشينج تيست خلينا نبدأ بالفيجوال انسبكشن تيست الفيجوال انسبكشن تيست يكون بنفس الشكل ده انسبكشن تيست فور اسم الغاز اللي انا هحطه سواء نوفيك او 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 بحط البرجيك تايتل اللوكيشن الانكلوجر نيم الدرونج نمبر الكونتراك نمبر لو فيه عقد مع شركة الكهرباء او مثلا مع سابك او او يكون عند الكلينت والكونسولتان والانسبكشن نمبر لو انا عندي عدد من الغرف بحط سيريال نمبر لكل غرفة بحيث ان انا اكون عارف انا عملت كم اختبار او اعملت كم انسبكشن لهذه الغرفة وبالتالي بتبعدي التشيك لست بتاعتي بشيك بها على كل اجزاء النظام فاول نقطة من النقطة اللي بشيك بها نظام بمعنى صح انا عندي الغرفة دي محمية بالغاز الباب بتاع الغرفة بيكون عليه warning sign برا اللي هي don't enter don't enter the room is protected by novic or fm200 system انكسب fire don't enter ما تدخلش الغرفة في حالة الحالي والغرفة محمية بنظام novic system او او على الباب من جوه بيكون فيه تاني برضو warning sign بيكون فيها ايه هذه الغرفة برضو محمية بنظام novic وينكسب fire please leave the air يعني اترك المكان وغادر لو حصل حريق ان لم تستطع التحكم فيه من خلال طفيات الحريق طفيات الحريق وبالتالي حصل انزار الضرب واشتغل معايا اذا لقيت انا كشخص مشغل الغرفة او موجود في قلب الغرفة ان فيه داعي ان انا استخدم المانور release اعمل اعتاق للغاز يدوي باخد قرار بان اعمل اعتاق للغاز يدويا طيب الحريق زاد النظام اشتغل النظام بدأ يبدأ يشتغل اشتغل اصدار واحد اصدار اثنين فالحالة دي بتخلل الغرفة وبتطلع من باب الغرفة وتأثل الغرفة وراق وبالتالي لازم يكون عند الوردنج الصين دي اللي هي لوحات التحذير جوه وبرا الغرف تمام؟ ده اول نقطة من نقاط الفيجوال انسبكشن تاني نقطة النقاط الفيجوال انسبكشن الفيجوال انسبكشن test for quantity of main and reserve cylinder فحالة دي عندي استوانات رئيسية واحتياطية فانا يجب علي ان انا اتأكد ان كمية الغاز في الاستوانات وان ساعة الاستوانة مطابق للرسومات اللي معمولة لهذه الغرفة تحديدا طبعا بيكون معمول لها كالكوليشن هيدور الكالكوليشن هذه الكالكوليشن بتكون بتسقطة كلها في قلب الرسومات وبالتالي انا مسكي اللوحة ببص على اللوحة بلاقي ان بتأكد ان كمية الغاز في الاستوانات وساعة الاستوانة هي هي اللي في الرسومات ده طبعا بالنسبة لك مقاول او استشاري بيستلم اتشيكز اكومبلايانس تولي ابروف دروينج طبعا بالنسبة للغازات تحريك الاستوانة بالنسبة للغازات او الكلين ايجنت تصميم بيكون او كاستمايز للغرفة دي حتى ان الاستوانات نفسها بيكون كاستمايز معنى صح الاستوانات اللي جاية للغرفة دي ما يفهاش استخدمها في غرفة اكبر ولا غرفة اصغر انا باستخدم هذه الاستوانات لهذه الغرفة بل بالعكس لو انا عندي نفس الحج بابعاد مختلفة برضو لازم اعيد كالكوليشن لان انا ممكن مثلا تكون الغرفة مثلا 3 ف 4 12 مثلا في 5 ب 60 يبقى انا عندي غرفة 60 متر مكعب وبالتالي لو انا عندي غرفة مثلا 2 في غيرت غيرت مدى البدد 60 مثلا خليت دي ارتفاع مثلا 3 متر يبقى انا عندي 20 في 2 في 10 يبقى انا عندي 10 متر النزل اللي كان بيغطيلي 3 في 4 متر مش هينفع يغطيلي مثلا 10 متر وهكذا يعني في بعض الغرفة الكبيرة النزل مثلا اقصى يجيب 11 متر او يجيب 9 متر من النزل لغاية نهاية الغرفة او الكورنر من بتاع الغرفة وبالتالي حتى لو الغرفة نفس الحجم لازم اعيد دراسة وضع النظام الموجود في الغرفة ففي الحالة دي انا بشيك على هذه الاستوانات لها مكان محدد في الغرفة هذا المكان المحدد بتوزع على شبكة الموسير في الاخر الموسير بلاي النزل النزل دي لها مسافات محددة حسب الان باي 2001 وحسب المصنع ل الاستوانات سوري الاستوانات والنزل المورد بتاع الغازات نفسه يكون عنده النزل بتاعه متحدد له أبعاد معينة من نهاية الغرفة لكل نزل وبالتالي بتأكد ان انا مركب الاستوانات في مكانها نص متر نص متر مش هتفرق كتير مع مراعاة فكسد فكسد ساببورت وليس فقط هنجر وبالتالي الفكسد ساببورت اللي انا بحطه مع كل تغير في الاتجاه انا بتأكد ان كل تغير في الاتجاه سواء تي تي بركب على تلاتة ساببورت القلب بركب ساببورت قبل وبعد النزل بيكون عندي مسافة من تلاتين سنت من النزل بيكون حاطط بتاعي المسؤولة الرئيسية اللي طلع من الهيدر بتأكد انها معمولها ساببورت الهيدر نفس يكون ساببورت الغاز وهو بينطلق الغاز طبعا الاستوانات بيكون 24 بار وبالتالي الاستوانات وهي طلع عندي بتأمين لي زي ضغط على الهيدر ما كانش السيستم تثبت كويس ممكن لقدر الله يحصل شيء بتأكد ان السيستم فيه معموله دعم من خلال الساببورت الطبعا المواسير بتندهم اللون الاحمر بتاعها او حسب ما يطلبه المالك او الاستشاري لكن غالبا هو اللون الاحمر وبعض الاحيان في بعض الانظمة الكبيرة بيطلب ان يتحط عليها تاجز يعني اروز بتوطع اتجاه اتجاه مرور الغاز في الشبكة طبعا النوزل لازم يكون حواليه فاضي بحيث ان وقت انطلاق الغاز النوزل ده بيوزع الغاز في الغرفة فما يفعل يكون فيه مستراكشن جنب النوزل او النوزل نتركب مثلا جنب الحيط وهو 360 درجة لو جنب الحيط يبقى يستخدم النوع من النوزل التاني اللي هو 180 درجة اللي هو نوزل زي الرشاش الصيد وال وبالتالي بتأكد ان النوزل بتاعي حر ما فيش حاجة حوالي ما فيش حاجة تعوق اطلاق الغاز منه تشي كونتينر LC R safe from mechanical damage corrosion or unauthorized interference طبعا الاستوانات بتشحلي عن طريق البحر واحيانا في بعض المشاياة المستقلة بتيجي عن طريق الجو وبالتالي انا اما الاستوانات بتوصلني في الموقع بشوف الاستوانة واتأكد ننفاش اي مشاكل ميكانيكية كسر البرشار جيج اللي على الاستوانة اتأكد انه راكب الاستوانة الغاز فيها الجيج الرينج بتاع الجيج على الاخدر وليس على الاحمر فبتأكد ان الاستوانة مليانة زائد ان الجيج بتاعها سليم زائد الاستوانة برضو عليها لوبريشار سويتش عبارة عن بريشار سويتش صغير كده بركب على جسم الاستوانة فمن اكتر المشاكل اللي بتحصل ان يتم ان لو بريشار سويتش ده لو ضغط عليه جامد بينكسر وبالتالي اتأكد ان كل الكلام ده سليم طبعا الاستوانة في مثلا بعض المركات زي صفاير طايكو او انسول بتركب على اتنين اتنين حزام بركت في بعض الاحيان في بعض البراندات التانية فقط زي سيمينز مثلا بتركب عليها بركت واحد وده اوكي وده اوكي على حسب تصميم المورد نفسه فبتأكد ان الاستوانات نفسها يركب عليها البركت والبركت محز من الاستوانات وفيه صبر وراء رابط في البركت طبعا بيكون على الاستوانة دي في name blade هذا name blade بيكون فيه معلومات الغاز حجم وزن الاستوانة فاضي وزن الاستوانة مليان وزن الاستوانة يعني سوريا وزن الاستوانة فاضي وزن الغاز وزن الاستوانة بالغاز بيكون عليها التلات معلومات دي زي طبعا بيكون عليها البرط نمبر بتاع الاستوانة نفسها check all extinguished release البرشير سويتش ار فتد ان ار سيكوري فكسد طبعا بلازم بتأكد ان البرشير سويتش على السيستم راكب وامسكوه اتأكد انه بتثبت كويس جدا على الجدار اتشيك اول بنيوماتيك كالكوليشن تيوبين كونيكشن ارتايت في حالة في حالة السيستم ما يكون فيه اكثر من استوانا اكثر من استوانا وبالتالي قلنا قبل كده ان فيه الاستوانا الاولانية بتكون زي مصدر والباس ليه وانت تقدر تركب لغاية 9 استوانات على الاستوانا المصدر ليه مش اكثر لان استوانا بتضرب استوانا بتضرب استوانا انا عايز الاعتاق يتم في خلال 10 ثواني وبالتالي لو انا عندي اكثر من عشر استوانات أنا بأخر بأخر اعتاق الغاز أو الغاز releasing عن عشر سوالي وده حسب الان بي غير مسموح طيب الاستوانة 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 بيبقى في عندي بنيوماتيك تيوب التيوب دي بيكون طب نبوصة بيكون راجبة موصلة من الاستوانة للاستوانة يعني بيكون راجبة من الاستوانة الرئيسية او استوانة المصدر الى بنيوماتيك سويتش راكب فوق الاستوانة التانية بحيث ان هو يضربها لي او يفعل لازم اتأكد ان التيوب دي سليمة وحانيتها كويسة ومربوطة كويس بعد كده تشيك سولونايد فليكسبل ليدسكوريكتي طبعا بيكون عندي جنكشن بوكس فوق الاستوانات بيكون طالع منه فليكسبل هوز هذا الفليكسبل هوز بيكون راكب عليه السولونايد فطبعا بتأكد ان السولونايد راكب كويس ومتثبت كويس بحيث ما يحصلش مشكلة في المستقبل ان ممكن تركيب الخاطئ يؤدي لقطع الاسلاك الوصلة للسولونايد وبالتالي السيستم ما يشتغلش دي من النقاط المهمة جدا انت انا عندي السولونايد بيكون عليها السولونايد بتاعه فوق السولونايد بيكون عندي اللي هو المانوالاكتويتور المانوالاكتويتور ده بيكون عليه تيلة امان تيلة امان بيكون على المانوالاكتويتور او بن هذا البن لازم اتأكد انه راكب لانه لو مش راكب وبالغلط حد ضغط على البنيوماتيكتويتور ممكن يفعل الاسطوانة وبالتالي يؤدي الى تفرغ الغاز فيه بالخطأ والغاز طبعا غالي جدا يعني اتشيك دور هولدر كلوزر اتشيك دور هولدر كلوزر طبعا قلنا ان الغرفة المفروض تكون مقفولة افنين مقفولة تماما مقفولة تماما وبالتالي في بعض الغرف بيتم تركيب دور هولدر على الباب بحيث ان الغرفة بيكون نورمالي اوبن وبالتالي ساعة الغاز ببدأ اشارة للدور هولدر بيفصل الباب فالباب يقفل عن طريق دور كولوزر بحيث أثناء الإعطاق يتم أثناء التفريغ يكون الغرفة مغلقة تشيك بايبينج نتورك عن دونوزل طبعا بشيك على البايبينج زي حسب الرسومات بالضبط نفس المقاس نفس الأبعاد أي اختلف الأبعاد بيؤديلي إلى زيادة وقت التفريغ أكثر من عشر ثواني مرفوض طبعا تشيك سيلندر في مونتد طيب في بعض الأحيان بنطلب مثلا تركيب السيلندر فوق رابر بات بالتالي بتأكد أن الاستوانة ركبة فوق رابر بات تشيك سيلندر سابورت طبعا في بعض محطات الكهرباء بيطلب ان الاستوانات والسابورت بتاعها الاستوانات واللي ركبة على السابورت بتاعها يكون معمول له جراوندي طبعا عشان ان انا قالل من انتقال اي الكهرباء السابتة ليه الاستوانات او يحصل مشكلة ده هي الفيجوال انسبكشن تشيك ليست للسيستم طبعا انا ببص على كل مكونات السيستم الميكانيكة وبتأكد انها تمام طيب نخش في نخش في نخش بعد كده على انا اقول لها الفيجوال انسبكشن خلصناه نخش على الفلاشنج تيست بروسيدور الفلاشنج تيست بروسيدور او البلونج تيست بروسيدور اه البلونج تيست بروسيدور بيكون عبارة عن ايه انا بعد ما ركبت النظام في الشبكه لازم اتأكد ان المواسير بتاعتي تمام المواثير مش مقفولة لأي سبب من الأسباب وبالتالي مش هتطعوك الغاز خلال التفريغ فبيكون عندي البلونج تيست أو الفلاشينج تيست لو أنا دخلت على الـ NB2001 دخلت على الـ NB2001 هاجة بص على عند الـ NB2001 كل اللي هعمله هو بسموه buff test أو bluing test البافتست البافتست أيوة البافتست بلاقيه في صفحة 29 التستن أكوردنز ويس 7.4.15 شال بي برفورمد أد 24 مانس انترفال كل 24 شور دابريودك تيست بروغرام شال إنكلو دابريودك تيست فانكشنال تيست فانكشنال تيست فالالارت بشيك على كل الارار مفلق قرفة كنترول واند طيب الطيب البافتست البافتست اجه بص عندي يقولي إذا بربص is to contact a flutist البافتست أو flutist of a short duration also known as buff test through the piping network and determines that the flow is continuous and to check that the valves are oriented in accordance with the system documentation وبالتالي أنا بدخ هوا في في الشبكة وأتأكد إن الهواء تطلع من نهاية الشبكة وإن ما فيش أي نزل مقفول السيستم دا بيتم عن طريق عن طريقين النترجين أو أي انرتي جاز ونقدر نعمل عن طريق الهواء the flutist the flutist should be performed using gaseous nitrogene or inert gas as the pressure not exceed the normal operation pressure of clean agent system okay ودا الكلane agent system acceptance test buff test completed and continuous flow and unobstructed piping and nozzle verified دا الكلane report ال NPA الكلane agent acceptance report اللي هو دا خلينا نرجع له تاني ال NXA طيب بسم الله الرحمن الرحيم أنا عندي الورقتين دول خلينا هارجع لهم تاني الورقتين دول بإذن الله عز وجل لكن كل اللي هيتقال هو موجود هنا إن شاء الله بإذن الله عز وجل وبالتالي نرجع ل flushing test أو buff test أو البلون test the purpose is to conduct a flow test of a short duration also known as buff test through the piping network to determine that the flow is continuous check valves are probably oriented and the piping and nozzle are unobstructed جميل البر procedure أنا عندي pneumatic test أنا عندي pneumatic test بعمله بنفزه الأول لكي أوفر على نفس الوقت والمجهود باجي أعمل pneumatic test conducted check pneumatic test بعد كده بعد كده بعمل isolate from the equipment أنا طبعا أما باجي أختبر بعمل pneumatic test واختبر ضغط الشبكة بعد ما خلص pneumatic test وأنا بكون طبعا فاصل الفاصل الفليكس بالconnection بعيد عن الاستوانات وبالتالي في الحالة دي ببدأ أن أنا طبعا بكون بطب بالنهايات النزل أماكن النزل بفك الطباط وأركب النزل وأبدأ أعمل ضخل الهواء في قلب الشبكة بحيث أن يطلع لي من كل النزل الهواء وبعض الأحيان بنستخدم كيس بلاستيك بنلف حوال النزل بحيث أنه يتنفخ ويؤكد لأن ما فيش حاجة في قلب الشبكة من أي مخلفات أو 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 فالبروستيديور بتقول أن طبعا عشان ما حصل تفريغ الاستوانات أن بلاك بايبين اندس بشيلي البلاك جاد كونكت اير سيلندر ترمي تو سيستم مانيفول بوصل اطوان على المانيفول الفلو تست حيكون لسبعة دقائق حسب الان باي بيكون لسبعة دقائق الفلو تست for seven minutes using air shall be performed on the piping network to verify that the flow is continuous and the piping are un obstructed الفلو تست طبعا بيكون على 145 psi at air source يعني بيكون عندي مصدر الهوا سواء كوم بروس سواء سواء نترجين بيكون 145 psi بعد ما بخلص السبعة دقائق بشيل أفصل مصدر الهوا الاستوان اترجين او الكمبريسور بركب النوزل بركب الاكوتمنت بحط السيستم في النورمال مود ده البروسيديور بتاعت طيب الفورم بتاعتها الفورم بتاعتها هي ايفين الفورم بتاعتها حسنا هذا الفورم دي شكل الفورم بيكون فيها الفلاشنج بلون تست ريكورد فورم اسم الغاز السيستم بتاعي المشروع اللوكيشن و و انسلطن لو انا عندي شغال في محطة او مشروع اسم المشروع اسم الغرفة ركم الرسمة الخاصة بالسيستم ده وصف النظام الكود بتاعت الكود طبعا بتاعت الاني باي اللو الفين وواحد لو حاجة تانية باختبر بناء عليها بحطها نوع المواسير سكادول الفورتي او سكادول الفورتي التستم طبعا في حالة الغازات بعمل بنيوماتيك تست بنيوماتيك تست بالهوا الريكوير تست برشهر قلنا 145 باي تست دوريشن سبعة دقايق طيب بي عندي اللي هي البيتست بريفيو قبل ما ابدأ التست لازم اعمل ايه ايزول باي 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 from all equipment بابعد الاستوانات او بعض الاستوانات عن المواسير on black piping end زي ما قلنا connect the air وصل الهوا على المانفولد بيتم الاختبار test result بيكون test conducted date في اليوم كذا بابتدى كذا خلص كذا test pass or fail or ray test ده اللي هو flushing or blowing ولا buff test بعد كده عندي elbibing pneumatic test طبعا قولي elbibing pneumatic test ده يفضل ان يتم قبل ان يتم قبل flushing test عشان توفيرا بدل معه اشيل مثلا افصل الاستوانات عن الشبكة عن الشبكة وارجع اركبها وارجع اعمل flushing فانا بعمل pneumatic مرة واحدة وبعقبه بال flushing وبالتالي بيكون عند pneumatic test procedure وال pneumatic test هو شبيه بال britcher test اللي بضغط به شبكة المية على 13.8 بار او 10 او واحد ونص الضغط العامل او 50 PSI عن الضغط الشبكة في حالة لو الضغوط اعلى من 12 بار طيب الغرض من pneumatic test to ensure that no leakage imbibing network طبعا لو في leakage هيؤدي الى ان الغاز بيكامل ومش هيكون في الغرفة لو كان الاستوانات ركبة برا الغرفة او ممكن ياخر لبعض الشيء من خروج الغاز نفسه من النظر طيب البروسيديور بتاعته بعزل المواسير عن بفصل الاستوانات عشان محصلش تفريغ بالخطأ بحط البلاجات على نهاية الشبكة مكان النظل بوصل ال air source للمانفولد التست ده بيتم المدة عجر دقيق تمام كده عن 40 psi بعض الاحيان وبعض الاستشاريين او بعض الناس يفكر ان اختبار النوفيك او شبكة الغازات بتختبر زي اختبار المايا فيقول لك انتغطها لعى 13 48 طبعا ده الفرق من شبكة المايا ان ده مضغوط انما السيستم النوفيك وما شبه هو سيستم مفتوح مفتوح ليس به منه للهوى الغاز بطلع من الاستوانة على النزل على بر النزل مفتوحة طبعا النقطة مهمة جدا ان بعد العشر دقيق دول انا مسموح لنكون فيه بريشارد روب لكن البرشارد روب ده ما يزيد شعان 20% من الضغط اللي انا بختبر بمعنى صح هنا بقول لي إذا بريشارد دروب شال نت اكسيد 20% of the test procedure وبالتالي انا شغال على 40 بي الصهاي في 20% بنتكلم في 8 بي صهاي لو حتى بعد العشر دقيقة نزل الضغط الغاية 32 فاستلي الاختبار اوكي وباص بعد اخلص التست لمدة عشر دقيقة باص للهوى بركب النزل بركب النزل وبركب الاكوبمنت طبعا في الحالة دي انا بركب الاكوبمنت بخش على تست وبحط ال system في normal mode اللي بعد كده اللي هو وده يكون موضع فيها حاجات برضو اللي هي خاصة بال التعليمات او المطلوب بالشكل الكامل طيب طبعا نفس الكلام بيكون عند و المشروع و نوع الاختبار بنيوماتيك عندي 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 40 PSI بطط 40 PSI لمدة 10 دقايق طبعا قبل الاختبار بتأكد ان المواسير بايبين ستسفاكتوري ساببورت بتأكد انها معمولها ساببورتين كويس جدا بتثبتها بشكل كويس بريشار ريليف فالف بليس اثناء الاختبار للغازات بكون مركب على الاستوانة بتاع النوتروجين بعد ما بطلع منها بكون مركب بريشار ريليف فالف تفاديا لأي ارتفاع في الضغط يؤثر لي على الشبكة او او يؤدي الى حدوث مشكلة ما بحيث ان لو الضغط ارتفع مرة واحدة يعمله ريليز يعمله ريليز ما يقصر على الشبكة طبعا استوانة النوتروجين بيكون عاليا تست اكسيسوري كاليبريشا بيكون عندي البرشار جيج اللي هو بيكون عندي استوانة نوتروجين وطلع منها البرشار جيج وطلع منها الريليف فالف طبعا بيكون البرشار جيج متعاير الريليف فالف المتعاير وبالتالي بيكون الاي دي بتاعه رقمه الرنج بتاعه الديت تاريخ المعايرة وتاريخ انتهاء الكلبريشا ونفس الكلام بالنسبة الريليف فالف طبعا التست كونتاكت الديت ديت ستار ديت فينيش و النقطة دي البرشار جيج ريدي ريدي ماشي البرشار جيج ريدي جيج عاتيني كام بحيث مثلا انا بقى اضغط 40 طيب عنداني 38 36 المهم منزلتش عالة 32 وبالتالي بيكون مقبول test pass or test fail or retest برجع بعد كده عندي يكون عندي simulation test simulation test طيب simulation test اللي انا بعمله بعمله عشان اتأكد ان السيستم بيقوم بالفنكشن بتاعه طيب simulation test طبعا الاختبارات دي ممكن ترتبع على حسب الاسهل لك في الموقع انه تنفزه لكن دي بشكل عام الاختبارات simulation test هو عبارة عن محاكاة محاكاة لللي بيتم في الغاز اثناء الاطلاق طيب simulation test يا شباب من اهم الاختبارات اللي بعمل على نظام نوفيك او الفم 200 و CO2 وهكذا ف ده شكل الفورم بتاع simulation test project title location location contract number client consultant test report بتاعي drawing number باجي على simulation test for novic room FM 200 ptc اول شي make sure that solenoid valve is disconnected from the system اول حاجة بتأكد ان solenoid valve من شال من على الاستوانات عشان ما يؤديش لتفريغ الغاز تاني نقطة verify that the system is normal mode and check the control panel display indicator on the front of the panel لازم بتأكد ان اللوحة في normal mode والشاشة بتاعت اللوحة مدين للمبة الخضرة فقط اللي هي مفيش اي طرابل على اللوحة بيتم الاختبار النظام ده او عمل simulation على كذا stage ان انا باجي على كاشف الكواشف الموجودة في قلب الغرفة طبعا احنا قلنا النظام بيكون من كانذار بتكون من مجموعة من الكواشف بتكون ركبة عن طريق حاجة اسمها cross zoning يعني cross zoning يعني ايه يعني كل كاشف جنب الثاني بتركب على زونة مختلفة على اللوحة يعني لو عندي اربع كواشف قلب الغرفة الكاشف الاول والتاني اللي جنبه كل الكاشف بيكون على زونة بحيث ان انا بيكون الكاشف الاول زون وان الكاشف الثاني زون تو الكاشف الثالث زون وان الكاشف الرابع زون تو وهكذا ليه بقى لان انا عندي لما بشغل النظام الحريق مثلا ممتد عند اول كاشف الكاشف بيشتغل الكاشف التاني اللي جنبه بيكون زونة مختلفة عشان النظام يتفعل لازم يكون النظام واخد شرطين من زونتين مختلفين او من قريتين مختلفين في نفس الغرفة او في نفس الهزرط وبالتالي في حالة ان كاشف واحد في اي غرفة لقط الحريق او اكتشف ان في حريق ايه اللي بيحصل بيحصل ان الالارم بال والاستروب جوه الغرفة بيت اكتف بيشتغل بدين الصوت بتاع بدين الصوت المتقطع اللي هو تيت 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 بحيث ان انا اكون عارف وانا قبل ما ادخل الغرفة قبل ما ادخل الغرفة بكون عارف هي اللحة في المرحلة الكاملة هل هي في الفرز ستيج هل هي في السكند ستيج هل هي في السيرد ستيج وهكذا وهاكذا طيب مع الاكتيفاشن بتاع اول كاشف في الغرفة قلنا الالارم بشتغل الاول دور هورن بشتغل خارج المبنى في حالة لو في محطات بيكون في بيكون البيكون بشتغل الانزار برا المحطة بشتغل الهورن بشتغل في بشتغل على 20 بي بي ام طبعا اللوحة بتبدأ ترسل لوحة الانزار وهي لوحة طبعا قلنا او نوضح النقطة دي ان في بعض الحالات مثلا لو انا عندي محطة كهرباء او عندي مجموعة من الغرف جوا مبنى الغرف جمع بعضها بقدر استعين بلوحة الانزار الفير الارم كنتر البنل بستعين بها لأعطاق الغرف بستخدم الكواشف اللي جوه الغرف كأنها اه 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 اجهزة بدقة عندي وبركب اه كارت كروت الكروت دي بتدينا 24 فولت للسولون بحيث تضرب هولي عند أعطاق الغرف ففي الحالة دي مش مطلوب مننا نركب لوحة كونفينشيال لكل غرفة وان كان يفضل ففي بعض في أغلب محطات الكهرباء هنا بالتحديد السعودية بيتم استخدام لوحة الرئيسية في الصبستيشن طبعا الصبستيشن الصغيرة لها النقد لكن البور بيتم لوحة صغيرة بالتالي بيكون اللوحة تستخدم كإنذار وفي نفس الوقت بتستخدم كإدفاع ففي الحالة دي طيب لو ما استخدمتش سوريا نرجع تاني للنقطة اللي هي فأنا عندي نوعين من الأنظمة هي يكون عندي فاير الارب كونتور البانا اللوحة رئيسية بتشغل هي الغرف يكون عندي لوحة خاصة بالغرفة اللي هي سواء سيمبل سكنتك سيمينز وهكذا بتكون لوحة يسمى ريليزين كونتور البانا في الحالة دي لو أنا شغال عن ريليزين كونتور البانا الصغيرة اللوحة دي طبعا بيكون مدي لإشارة على الميل فاير للم كونتور البانا وبالتالي مع الفرس تالارم الإشارة بتروح للم مع الإنذار الأولاني في بعض الأحيان وإن كان في بعض الأحيان بيفضل أني بنسيب الـ الـ فيقول لي لأ عند الإنذار الأولاني لازم يطفي الـ الـ يطفي لازم التكيف يطفي عشان ما ينقلي الحريق من المطال التانية الـ الـ يحصل الـ الـ الدمبر يتقفل في الغرفة اللي جاي منها الإنذار أو حصل فيها الحريق اللوحة بتبعت Activation Signal to Existing Fire Alarm Control Panel وفي بعض المحطات بيكون نظام الساس أو الإسكادة بتدي لها أشارة وفي نفس الوقت فيه الـ بدي بيتصل على وحدة الاستغاثة الخاصة بالمحطات لو أنا عامل ربط البعد كده الـ في حالة في بيكون الـ موجودة على طول بتبدأ تشتغل وتطبع للحدث بتاعي أن فيه حريق بحيز أن هي تقرخ لي أو توثق لي إيه اللي حصل بعد كده ما يحصل تحقيق أكون عارف إيه اللي حصل أكون عارف اللي حصل فيه المحطة ايه أو حصل في الغرفة ايه وهكذا طبعا التولفون أوتو دايلر يبعث رسالة إلى بيسي سي 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 دي سي باتش في أحيانا ده كلام تطبع نقول في المحطات في المبانية العادية ما كونش فيه أوتو دايلر طيب بعد كده أنا لغاية الوقت فقط كشف واحد من المنطقة اشتغل طيب فحالة إن الحريق امتد من كشف أول لكشف الثاني أو الحريق امتد وتوسع في الغرفة على طول بيلقطوا الكشف الثاني في الزونا الثانية وأول ما بيلقطوا بيتم الأحداث دي كل الأحداث السابقة دي بتفضل زي ما هي البل شغال الألارم شغال الهورنسطروب شغال طبعا قلنا لو فيه دول هولدر بيبعث إشارة لدول هولدر يتقفل دي من النقاط المهمة جدا برضو الدول هولدر بيقفل الباب فكل ده شغال لكن الهورنسطروب بيغير صوته من 20 بي بي ام إلى 120 بي بي بدل ما بيكون تيت تيت بيعمل تيت 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 بيسرع للنغمة بتاعة الصوت البلسنج بيزيد 120 بي بي ام وبالتالي أنا لو برى الغرفة قبل بوصل الغرفة من خلال الصوت أقدر أعرف أنا في الثاني ستاج ولا في الثاني ستاج ولا في الثاني ستاج طب هتفيدني بإيه المعلومة دي هتفيدني إن أنا لو أنا في الثاني ستاج أقدر أخش أقدر أستخدم الطفية الحريق أو أتحكم في الحريق وأبدأ بعد كده أعمل الست للبنال طيب لو في الثاني ستاج ستاج مثلا لو أنا دخلت الغرفة أدور مثلا على حد مجروح أو حصل له مشكلة أقدر أضغط الابورت سويتش بحيث أن أنا أطلع الناس من الغرفة وأخر من الغرفة وهكذا فبناء على تغير الأصوات أنا بقدر أخذ الأكشن حتى أنا مش جوها الغرفة الريليزنج تايم ديلاي أنا عند تايم ديلاي هيبدأ بعد الثاني ستاج الريليزنج تايم ديلاي وقت التفريغ هيبدأ يعيد طبعا سواء كان 30 ثانية 60 ثانية أكسس 60 ثانية والابورت سويتش في الحالة ده يكون قابل أن تقدر تشغله أو توقف أعطاق النظام يعني الابورت سويتش مشتغل معايا في الثانية عند أنا وقف الغاز ليه أنواع كتير جدا يعني أشهرهم اللي هو بوش ان هولد يعني طول ما انت دايس على الزرار ف انت عمل هولدن للغاز تشيل صبعك ليه كذا برنامج ممكن تبرمج اللوحة على إنها عشر ثواني من الابورت إن شاء صبعك يشتغل أو يبدأ يعدي من جديد أو يكمل العد وهكذا وهكذا طيب بعد نهاية الـ تايم ديلي بنخش في الثرد ستيج أفضر اللابس بروغرام تايم ديلي ماشي بخش في الثرد ستيج وبلاحظ الآتي كل هلومة اللي فوق دي all the above output activation will be same but the tone of the alarm الهورن استروب في باب الغرفة بار الغرفة حيتغير من continuous يبقلنا في تيت تيت لي تيت 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 لي تيت تيت واحد كذا continuous انت اعطي تلي تغير الصوت بيحصل الغاز will be discharged inside الضرد الغاز بيطلع براء جوه الغرفة جميل كده ده sequence operation طيب من نقاط المهمة جدا اللي انا خلي بالي منها جدا جدا واللي بتسبب مشاكل كتير جدا هي ان انا بعد ما عملت simulation test طبعا السلونويد بيكون طالع من البن بتاعه طالع اي نعم هو برا لا سطوع انا لكن لو انا بالغلط ونسيت وقيت ركبت السلونويد من غير ما اعمل له reset يفرغ للغاز في الغرفة وبالتالي بعد ما خلص simulation test لازم اعمل reset ب ED للسلونويد ولازم بالنقاط التانية برضو لازم ارجع اللوحة للنورمال ان لو ما رجعتش اللوحة للنورمال لسه السلونويد واخد 24 فولت وبالتالي اساسا مش هارف ارجعه انما اعمل reset للوحة طيب المانوار ريليز اكتيفاشن قلنا طبعا السيناريو بتاع الغاز بيتم تفريقه عن طريق ثلاثة السيناريو السيناريو اثنين كهرباء واحد بكريم السيناريو الكهرباء هو اللي شرحنا سابق السيناريو التاني انه بيتم عن طريق المانوار ريليز كل غرفة بيكون قدام عليها مانوار ريليز ستيشن واحدة اعطاق يدوي وبالتالي في حالة ان انا وجدت الحريو وانا مش قادر سيطر عليه بتطفاية او او بشغل واحدة الاعطاق اليدوي بتدخلني على طول في السيكند ستيش وبيكون الطايم بيكون عشر ثواني من عشر وثلاثين ثانية مكسمو وبالتالي المانوار ريليز اكتيفاشن اللي بيحصل الالارم بيل والاستروب انتساد روم والاكتيفات طبعا اكتيفات ايه بالسكند ستيش الاوت دور هورن ستروب برضو هي اكتيفات على طول الهورن ستروب بره الغرفة سيشتغل على 120 بي بي ام الاتش بيعمل شط داون الدمبر بيتقفل الكنترول بانل بتدي سيجنال للمين في الالارم في في حالة الكنترول او لو هي المحددة للموضوع تبعت اشهرة للساس او نظام الساس او نظام السكادة برضو البرينتر بتشتغل والتليفون اوتو دايلر بيبعت اتصال على السكيوريتي او على اللي هو تبعها المبنى سواء لو كانت محطة قاعدة جوية او مشروع كبير الوحدة التحكم مركزية بيتم الوتو دايلر بدي بدي اتصال على الوحدة التحكم دي بحيث ان هم يبدأوا يبشروا الوضع بعد نهاية ال time delay after elapsing program delay time 10 seconds الهورن ستروب طبعا يخش برحلة continuous والغاز will speed is charged inside the room طيب بعد كده عندي الabboard switch الabboard switch الabboard وده لعدة اسباب مثلا لو انا عند شخص مجروح جوا الغرفة نتيجة الحريق وعايز اخرجه وعدله العناية الطبية اقدر اخرجه برا وابدأ اتعامل مع الاسعاف او وكذلك اعايز مثلا ابط اعطاق الغاز لاي هدف معين تاني بضغط على الabboard switch ببضل ضغط عليه and hold وبعض الاحيان بتبرمج على انه يرجع لخطوة الورا لكن الاشيو ال when بضغط على الabboard switch time delay بيتوقف the gas discharge not release until releasing abort switch الغاز مش هيطلع لغاية مسي الايدي من على abort switch بعد ما مشي الايدي من abort switch طبعا بيكون عندي كذا سيناريو يأما بيكمل عد زي ما قلنا سابقا يأما بيقعد عشر سهون ويشتغل وهكذا طيب جزء من مكونات النظام الانظار اللي في الغرفة بيكون حاجة اسمها maintenance switch مفتاح السيانة ايه فايدة مفتاح السيانة في النظام انا اللوحة مثلا الغرفة لوحة غرفة كمبيوتر غرفة communication عايز انضف الغرفة حصل تراب حصل عصفة حصل 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 اما بخش انضف الغرفة او لاي سبب ما اللي بحصل ان التراب بيبدأ ينتشر في الجو الغرفة وبعض الكواشف بتفراش ما بين التراب والدخان وبالتالي ممكن يتفعل النظام ويتفرغ بالخطأ وبالتالي مثلا او انا عندي عمال داخلين يعملوا صيانة في قلب الغرفة انا اخشى ان العمال يفرغوا الغاز بالخطأ وبالتالي بفتح لهم ويحط السيستم على بفعل وبالتالي النظام شغال تماما يديني انظار شغال مع انظار تماما يشتغل انظار ويشتغل ثاني ستيج ويخش في تفعيل السلونويد لان انا فكرة المنتينة ان انا بعز السلونويد عن الدايرة كاملة الكي المنتينة سويتش if put المنتينة سويتش in المنتينة state the actuator سلونويد disconnected from extinguishing banan بعز السلونويد عن اللوحة the fault indicator will be indicate in the internal buzzer the fault lid will indicate طبعا لازم لازم يديني الاضطرابل عن اللوحة بحيث يقول لي ان في مشكلة في المظام ويقول لي ان انت حاطت المفاعل المنتينة سويتش وإلا طبعا اقدر الله يفعل ويسيب ويمش او ينس اما يحاول احسيب حاجة للخطأ البشري طبعا اللوحة بتدي بذر بعمل على ممكن اعمل لها silent لكن بتفضل اللمبة منورة بالاصفر في اللوحة مبينة ان فيه طرابل عن اللوحة وبالتالي الطرابل ده بيكون من قولي اصلا على لوحة الانظار الكبيرة فبكون عارب بهذا الموضوع وبنهاية الدوام بنهاية النظافة بنهاية تنظيف العرفة بنهاية العمل في العرفة برجع الوضع العادي بتشال الطرابل وكل حاجة بترجع الوضع السيكونس طبعا قلنا زي ما هو remove before lift the area should be return and switch in normal mode وهو ده السيميوليشن تيست اللي هو اعتبر اهم تيست في الاختبارات دي كل طيب بعد السيميوليشن تيست بيكون عندي رغم تيجري تيست وده برضو من الاختبارات المهمة جدا في الغرفة ايه هو الروم integrity test ايه هو الروم integrity test طيب الروم integrity test باختصار يا شباب باستفيد منه في شيئين مهمين جدا اول شيء اول شيء هو ان انا لازم اتأكد ان الغرفة محكمة الغلق مفيش فيها فتحات مفيش فيها تسريب اي تسريب للغاز معناها ان نسبة التركيز بتاع الغاز جوه الغرفة بتقل وبالتالي في احتمالية ان الغاز ما يعملش اطفاء في الغرفة وبالتالي انا لازم اتأكد الانكلوجر بتاعي والغرفة بتاعتي هي محكمة الغلق مفيش فيها فتحات دي اول نقطة نقطة التانية ان انا بأكد ان جدران الغرفة قادرة على انها تتحمل ضغط الغاز جوه الغرفة بمعنى ايه بمعنى انا عن استوانات مضغوطة ب24 بار غاز هذه الاستوانات طلع الغاز منها محيط الغرفة وبالتالي محيط الغرفة ده حصل الارتفاع في الضغط طيب لازم اتأكد ان الجدران بتاع الغرفة دي سليمة ويه تستحمل الضغط وإلا اثناء الغاز تفرغي الغاز جدار ينهد او جدار ينشال او يحصل اي مشكلة وبالتالي برضو الغاز يبقىش فعال في الغرفة يعني المبدأ العام ان انا احافظ على النسبة تركيز الغاز في الغرفة وحافظ على الغرفة لان المفروض احميه نفس الفكرة التي شرحناها أنها يعتمد على تركيز الغاز في الغرفة المستدلش بتاع الانتجريتي تيست هو عبارة عن إيه؟ هناك مكينة اسمها انتجريتي تيست ماشين عبارة عن مراوح وعليها جهاز باقي أوم بركب المراوح دي على الباب بشيل الباب وركب المراوح على الباب وبدأ أعمل حالتين وده بركب المراوح بضغط الغرفة بالهواء أو أسحب الغرفة من الهواء طبعا بدخل في البرنامج بتاع الانتجري تيست بدخل أبعاد الغرفة بدخل حجم الغاز كمية الغاز اللي أنا عامل عليها النظام طبعا لازم يكون معايا الهيدوري الكالكوليشن وبالتالي الغرفة الانتجري تيست ماشين أو الانتجري تيست برو جرام بيكون فيه برو جرام خاص بالانتجري تيست بيقول المفروض تضغط الغرفة دي على كام مظبط العداد بتاعي الخاص بالانتجري تيست ماشين على الضغط ده فالمروح بتشتغل بتبدأ تضغط الغرفة وفيه سنسور للهواء جوه بيكون فيه خرطوم صغير جوه الغرفة أو برا الغرفة بيحسب لي فرق الضغط ما بين جوه وبرا وبالتالي يقول لي الاختبار ده باص أو لا ده باختصار البروسيديور بتاعة البروسيديور بتاعة الانتجري تيست طيب فيه حاجات مهمة جدا لازم أراعيها أثناء الاختبار أثناء الاختبار لو عند سقف مستعار لازم أشيل عشرين في المية منه عشان مع ضغط الهواء السقف المستعار نفسه لو مقفول كويس ممكن يطير أو يقع وبالتالي أنا بحافظ على المكونات الغرفة ده البروسيديور بتاع الانتجري تيست كل بساطة هسيبهلكم في الوصف بتاع الفيديو تقدروا ترجعوله لكن أنا شرحت لكم ازاي بيتم الاختبار طيب الكود طبعا نفس الكلام ايه اول حاجة ريموب عشرين في المية اف ريموب تونتي برسين توفول سيلين طايل اف اجزيست لو هي موجودة انشور ذات باتاكد ان التكييف مقفول انشور ذات دمبر اسكولوز باتاكد ان الدنابر مغلقة انشور ذات اي فتحة في الغرفة بيكون مقفولة انشور ذات دمبر اسكولوز الفتحات حوالين الكندود بيكون مقفولة طيب برضو متاكد ان ما فيش تسريب نتيجة عبور الكابل والبايب واي اكتف تانين خلال الغرفة نفس الكلام برضو انشور ذات انسيل دو هولد كورد ثرو فولور اسكولوز اي كورب بيكون مغلق اه ست اب د دور فان اكوب منت انسيوتابول دور اوبنينج بحط الفان بافتح الباب وبحط الفان بكان الباب بس ندع الباب والمروحة دي بيكون فيها ادجستابول ادجستابول بحيس ان هي اه اه بتاخد لي بساحة الباب ايا كان يعني بتتوافق مع ابعاد اي باب لحس الارتفاع لحس العرض طبعا الشخص اللي بيكون عامل الانتيجري تستابول بيكون سرتفايد ومعاه ومعاه برضو الانتيجري تست بيكون لها طبعا بااااا اشهر الشركات يا شركة الوترك اللي عندها المكينة دي وهي اللي بتوردها وهي اللي بتضرب برضو بتاعة التدريب للاشخاص وبيكون في اختبار ولازم الشخص ده يعادل الاختبار طبعا ال ال انا بحتاج لكمبيوتر أثناء الاختبار وبالتالي الكمبيوتر ده بيطبع لتقرير التقرير ده بيقول لي ان التستنباس او فان او بيقول لي الريدنج ببدأ كذا بنتهي كذا بيقول لي الجيج بتاعي كذا خاص بالمكينة وبيقول لي هو التقرير نفسه ما بيطلع بيقول لي fail or pass ده الانتجريت تست طيب بعد كده عند الفانكشنل تست خاص بالفير ديكشن والفيجوال انسبكشن طيب شرم سريعا الفانكشنل تست للوحة عند النورمال كونديشن بيكون السيستيم انرجايزد ال الاسي والباتاري كونيكتد لازم اقرأ على اللوحة ان السيستيم نورمال ريد اوت سبلاي سيستيم نورمال طايم ان ديت من ضمن الاخطاء اللي بنقع فيها ان انا وانا ما باجا برمج اللوحة ما بغيرش تاريخ اللوحة وبالتالي كل الاحداث اللي بتتم عن اللوحة بتتم بتاريخ مختلف عن التاريخ اللي اشغل فيها لازم اتأكد ان اللوحة تاريخها مزبوطة اول حاجة بعمل الترابل تست ايه هو الترابل تست الترابل تست ان انا بأكد على كل مكونات السيستيم انها شغالة البنال بوزر اون ماشي البرينتر لوج ايفنت بضغط على الترابل بوتوم واتأكد ان البطن شغال بضغط على البزر في اللوحات اللي هي الكونفينشل بتأكد ان كل ايتم من ايتمات السيستيم شغال ان معنى صح ان انا بشيل كاشف واتأكد ان الكاشف ده داني ترابل على اللوحة وارجع ركبه تاني وتأكد ان الترابل راح باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اشارة ترابل على اللوحة ان فيه ترابل وليس عريق لانما ترابل يشتغل بدين اشارة اعتقل الغاز او الغاز حصل له تفريغ ايه تاني الدور هولدر نفس الكلام وفصلت ترابل على اللوحة المنتيننت سويتش لو فعلت ترابل على اللوحة المانوار ريليز لو شغلته يشغل اللوحة لو فصلته خالص شلت السلك بتاعه دين اترابل على اللوحة كل دي بأكد ان ان كل الاجهزة وصلة على اللوحة ويتم مراجعتها باستمرار على اللوحة يعني اتسوبرفايزد باستمرار على اللوحة فعما افصل الجهاز او الجهاز لازم يديني ترابل على اللوحة ده الفانكشن تست بالنسبة للكهربا طبعا الفانكشن تست بالنسبة للكهربا برضو بأكد ان ال الفانكشن تست طبعا برضو النقطة دي المفروض تتحط برضو في الفانكشن تست في الميكانيكا لو حصل عندي اي تعديل اي تعديل في تركيب النظام لازم بعمل الاسبلت بحط بعمل ريد ماركب وبراجعوا مع الموقع واحيانا يطلب اعتماده برضو ويرفق بالاسبلت بتأكد ان الميديول لو انا عندي مثلا اللوحة الكونفينشل يعني عندي حمال كل غرفة مفصلة بتأكد ان كل اللوحة دي متوصل على الميديول الانترفيس ميديول والانترفيس ميديول متوصل على لفة الانذار بتأكد انها كلها راكبة حسب الابروف بتأكد ان التاجزي موجودة على السيستم بتأكد ان الواير ترميناتد بشكل كويس وعليه التاج بتاعه على اللوحة بتأكد ان الواير ترميناتد ترمينال لاجز وبروبر تاجينج بتأكد ان انا عند البريكر بتاعي بتاع اللوحة راكب جنبها ومعموله ماركينج وواخد من اي لوحة بتأكد بتأكد ان الولتش رينج سواء مية وعشرة ومتين واربعين مية وعشرة ومتين واربعين بولت وستين هيرتز بتأكد ان الانكولوجر بتاع اللوحة معموله جراوندينج بتأكد ان كل الكوندوت مقفول ما فيش حاجة من سابة كل البوكسز مقفولة ما فتحتش ما عملت فتحة في البوكسز انتها مفتوحة بتأكد ان الاجهزة اللي برا المبنى سيلد وغلقها تماماً لان لو في حالة المطر اه والجهاز مفتوح مش راكب بشكل كويس ممكن يخش له مية يعملي دمج للنظام يعملي ترابل اه في حالة الشلدة كيبل برضو بيكون اه بتعمل له الغراوند بار بتاعه طيب حال برضو من النقاط المهمة جداً هل عندي كاشف من الكواشف يراكب جنب الاردفيوزر لازم اتأكد ان نبعد عنها بمسافة كافية بحيث ان انا تسعين سنتي بحيث ان انا اه ما الهوى اللي طالع من التكييف مايقصرش او يفعلش بالغلط الكواشف اه بعض الاحيان بديجي ندهن مثلاً للتكييف التعريف اللي كوندود بينينها احمر او بعمل عليها شريط احمر كده لو عند انظمة كتيرة في السقف احياناً بتنطلب ان انا عمل احمر ما كانش فيه انظمة والغرفة الوحدها بركب مش محتاجة تدهن ده لو مطلوب يعني بتأكد ان كوندود معمولها سينينج و بكده يكون خلصنا كل الاختبارات الخاصة بين نظام النوبك و السؤالي بقى السؤالي اللي عايز اسأله ايه واجه الشبه ما بين الاختبارات او ايه سوري ايه واجه الاختلاف ما بين الاختبارات في حالة السي او تو سيستم وفي حالة النوبك سيستم ايه واجه الاختلاف ما بين الاختبارات ما بين هنا وما بين هنا واستنى اجابة سؤالكم في التعليقات شكراً جداً جداً وشكراً لوقت حضاراتكم واتمنى يكون استفدتوا وربنا يجعلوا في ميزان حسناتي بإذن الله عز وجل ويتقبلوا يجعلوا عمل مقبول بإذن الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته